السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد نهار جديد نتمنى دائما يلقاكم على خير وإن الأعجابكم اشتركت معكم في هذا الفيديو تحضير فطلة التفاح أو الكيك يومي عادي بسيط جدا مع طبقة ديال التفاح اللي كتجيبوه لديد بزاف وراقب التقديم وأهم حاجة أنه كجيه شيش غني بمدوق الحامض والتفاح ونعود لكم شعلاء للدفع على بركة الله نبدأ مع طريقة تحضير وقبل ما نبدو دائما نشجعكم باشتهادو الفيديو بتقديم نهائي ديال الوصفة قبل ما نبدو ما تبخلوش عليها بلايكاتكم تعليقاتكم المحافزة والمشاركة في القناة إلا جات على دوقكم دائما والناس أدواق وعلى بركة الله نبدأ مع طريقة تحضير ديال هاد الكيك اليومي خطير في الدكي جلديد بزاف على بركة الله أول حاجة كامدا بها في تحضير الكيك هي أنني كان حضر المول كان ذهنو بالزبدة رشو بالدقيق استعملوا أي مول عندكم ممكن تستعملوا الصينية الزجاجية أو كيك ديال الصينية ديال الكيك دائرية من الأحسن تكون تسعة باش ما تجيش الكيكة مرتفعة بززاف لان الكيك ديالتفحت ما كيبغش يكون مرتفع بززاف حد الصينية مربعة ولي كانت تسعة شوية ديالتعب زبدة رشتها في داقيقة وضعتها في تلاجات برد غادي ننقي أربح حبة ديالتفاح ممكن تستعملوا غير ثلاثة لكانوا كبيرين ولا جوج كبيرين تاوما كافينكم من غير هاد الحبة تشوي صغيرين غادي ننحيضوا لهم القيش نقطعوهم الى شرائح رقيقة ومن بعد تكرش عليهم قطرات من الليمون باش ما يكحلش معانا التفاح ونوضعوه جانبا تحضيرت دائما في الكيك ديالتفاح حضروها عاد حضرو العجين من بعد ما قطعتهم الى شرائح نقطع عليهم بضع قطرات من الحامض ونخلطوا جيدا حضروه ونضعه جانبا نحضر هذا بالكيك من أبسط ما يكون بحبة من البيض ستشوفوا المقادر معي من خلطه في الوعاء نستعمل حبتين من البيض بحرارة المطبخ كان الحجم ديالهم شوية كبير نضيف عليهم سكر سكر فانيليا 100 جرام من السكر ونخفقوه حتى يضعف الحجم ديال البيض مع السكر سنتحصلوا على قوام كريمي في البيض ويبالكم انه علي نتحول في حالي غادي نحضرو الجنواز واحد ثلاثة ديال دقائق ديال الخفق حتى يضعف الحجم ديال البيض ويرجع اللون دياله فاتح باش تعطيكم نتجة ديال الكيك مردية جدا خفقو البيض جيدا ومن بعد غادي نضيفولو مئة ميلي لتر من الحليب وخمسين ميلي لتر من الزيت الحليب من الاحسان ما يكونش بارد ما زلت كان خفاق كما كتشوفو هنا باقي ما وصلناش للقوام المثالي كيبقا كيتشكل معاكم تموجات في البيض كنكونو البيض جاهز اضفت خمسين ميلي لتر من الزيت مئة ميلي لتر من الحليب دفعة واحدة ونخلطهم بسرعة ضعيفة سرعة واحد من بعد غادي نضيف بشر الليمون وقطرت من الليمون تقريبا واحد ملعقة صغيرتكم مملو قاب عصير الليمون كنضيفوه حتى هي في الخليط باش تحيط نزف البيض وضروري الليمون كنضيفوه مع كيك تفاح كي يعطيه نسف مغزلة ما تستغنوش عليه كحطرت من الحامض مايقعدلetherس ملعة صغيرة من الليمون من العصير الليمون وذن سنضيف يلتقاط من 120غ من الدقيق ملعة صغيرة مملوئة جيدا خمرت الحلوية ملعة صغيرة مملوئة جيدا مايقعدل 11غ ن غلطهم جيدا ندمجوا الخميرة مع الدقيق بار buenarmed 120غ مايعق Hope محطatten كوبين العنباء ماملئ دقيق عضيفوهم في grands خلال سائل نضيف حركة بطيئة حتى يندمج الدقيق لان الكيكا عبر لكم شوية تقيل ضروري في الكيك ديال التفاح كان تقلو العجين ما كان نحضروش كيكا خفيفة لان لا كانت خفيفة من كان وضعو فيها التفاح راه غايغتسلكم في الواسط وغاتبقى الوجه ديالها ما بينش فيه التفاح نهائيا دائما غاتلقاوها غتسلكم في الكيك الكيك ديال التفاح كان حضروه شوية تقيل وكان عطيوه حقه في الطياب يعني كان ننتظر عليها خمسة واربعين دقيقة في الفرن باش يطيب والتفاح يتعصل في الوجه جبت المول اللي جاهدته من قبل ووزعت فيه العجين من الاحسن تكون عندكم المول متاسع كتجي زوين الكيكا ما تشيش مرتفعة بززا باش تجي ديالتفاح فيها زوينه والكيك ما يكونش مرتفع بززا فانا شوية جاتني مرتفعة في هاد المول ما شي مشكل جات ديكور ديال هزوينه ولكن شوية مرتفعة نقصة في الارتفاح من بعد ما سويت العجين غادي نوزع تفاح كله كنوزع القط على ثقاف في الاخرى ميلة على الثانية ونعمر الوجه كله بالتفاح يعني نغطي العجين بالتفاح من بعد غادي ندوب واحد ملعقة الزبدة ندوبها في الميكرو اوند ونخلط واحد ملعقة السكر مع درج سكر فانيليا نوزع فوق تفاح باش يجي شوية مع السلم كرمل في الفرن ما يجيش ناشف من بعد كان نرش السكر اللي ادمجناه مع سكر فانيليا ممكن تعودوا سكر فانيليا بالقرفة ولكن الأغلبية للأطفال ما كيف يغوش القرفة حسب الضوء بغيت القرفة ضيفوها حتى هي كتجينس مدية القرفة اغزالة في الوجه وغادي نجيب الزبدة اللي دوبتها وندهن جيدا في الوجه بالشيطة ديال المطبخ غادي ادهنو الوجه بالزبدة باش من دخول فورن تاخد تايلة وندهاب وجي مكرم التفاح ما يجيش ناشف هادي الفكرة ديالها الطبقة اللي زيدناها فوق تفاح الزبدة الزبدة فوق السكر والتفاح باشي تعسل مباشرة الفرن نوضعها قريب الجهاز السفلي للعلوية 45 دقيقة تقريبا دهنوها الوقت الكافي في الفرن يعني لانها شوية تقيلة ماشي خيفة تطيب وتأكدو انها تفاح تعسل في الواجه واخدى لون ذهبي ومن بعد تخرجوها من الفرن دهنوها بالمربع هذه النتيجة ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن غندهنها بالمربع ونزل من الاطار من تبرد ونزينها بقليل من جوز الهند ممكن تزينوها بالمتوفر بالمكسرات كي يرجع لكم ترشو غر سكر بودرة كل واحد والدوقة دياله غير المربع كتعطيها اللمعان وكتزيدها لدهن المربع ديال مشماش هادينا نوزع خطو ديال جوز الهند ما بين خطو ديال تفاح ونتظر لها تبرد ونحيدها من الاطار الصينية كتطلع من الاسفل نزيلوها من الاطار ونقدمها بصحة وراح نتمنى ان الفكرة ديال الكيك تكون شرح واضح الطريقة سهلة بسيطة ودهن جربتها ان شاء الله تنجح معكم غير نصحة سعملوا واحد شوية ديال المول سعملوا المول يكون شوية متاسع باش ديكم ما مرتفعش بالزاف الى هنا نخليكم مع الصور نقولكم شكرا على المشاهدة الى اللقاء مع السلامة سعملوا 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 شكرا هناك سعملوا شكرا click